الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على ارشف الخارقة المرسلين. هنتكلم في الفيديو ده عن اه لو انت عمدك الحالة دي تقابلك كتير. بالذات في السعودية اه في موضوع ترخيم الكوابير وازاي تعمل عملية تدعين ليه. احنا الفكرة كلها عندنا ان احنا بيكون عندنا اه بلاطة بالشكل ده مسلا. تمام? دي كده بالنسبة لي هي الاسلاب. ده كده الاسلاب بتاعتي. وممكن بتلاقي طالع منها كابولي بالشكل. ده كانت ليفر. تمام? كانت ليفر ده بتلاقي عندك بيبدأ يحصل ترخيم في المناطق اللي هيحنا بالعالم عليها دي. الترخيم ده لو مش محسوب كويس او او المقاول ما كانش كويس او سرق في الحديد او كاتل خرصانة مش مزبوطة. بتلاقي ان في مشاكل كبيرة بتحصل معاك هنا. تمام? ما بين كراكسو ما بين ترخيم. طبعا الكراكسو بيبدأ يحصل معاك ورا هنا. وتلاقي يبدأ يحصل في الاماكن دي. اه مش مش طبيعي. بيوصل معاك فابقى. يعني حالات طبعية احنا شوفناك كان في دي في لكشن بيوصل الى اربعة وخمية سنتي كمان. طبعا ده الرقم مش قوي يعني ماشي. يعني اكبر من اللوبل بكتير. ففي الحالات دي بتحتاج ان انت تم عمليات تدعيم لي. بيبقى احد الافكار ان انت يا اما تكون عندك قدي البلاطة وقدي الكابولي بتقوم رح جاي مكسر الكابولي ومكسر الجزء اللي وراه برضو في البلاطة حوالي مرة ونصف. ويحس تدخل الشفاك بتاعتك فيه. وده بيكون حل اغلب بيكون رفضينه ان هو يكسر كل الكمية دي. فبيبقى احد برضو الحلول ان انت يا اما بتعمل الكابولي ده بتجيب هيدروليك وترفعه. تمام? وبعد كده تدعم بالقطعات ستيل. المهم انك تضمن ان هي لما الرفعات تخلص وتتشال يبقى الهبوط اللي هيحصل للكابولي ما يبقاش كبير. تمام? او ان انت تبدأ تعمل طبعا الرفع بيكون بطريقة معينة بحيث ما بداش برضو يعمل كده للبلاطة. آآ يا اما تقوم لحجانة متكسر الكابولي ده كله. تمام? وامطلع كاميرات مسلا ستيل وتعمل بلاطات دي كسلاب وته الحل اللي احنا اشتغلنا عليه في المشكلة اللي كانت موجودة في المشروع ده. تمام? طيب. هو المشروع ده باختصار انا عندي دي البلاطة هي بالشكل ده كده. ده حدود البلاطة. تمام? العمدان كان عندي عمود هنا. وعندي عمود هنا. وده عمود تاني وده عمود الرابع. تمام? ده كده اللي عنداني الموجودة في البلاطة. طبعا عندي ده جزء هو ده. ده الجزء. المشكلة عندنا في الكابولي ده ان كان فيه ترخيم ونتيجة نتيجة عن السماكة بتاع البلاطة ما تنفس تبقى للمخطط. الحاجة التانية ان اصلا كانت اجهدها فشل. يعني بعد تمانية وعشرين فشلت وبعد ما عملنا من تلاتنا عامل برضو فشلت. تمام? آآ فانت كان عندك ان الخلصانة دي اصلا انت مش عارف حتى تعتمد عليه. فالفكرة كلها ان احنا بدأنا نعمل عن طريق. قلنا هنعمل كاميرا زي يمين بيم كده من العمود ده للعمود ده وقتاحها تلاتمائة وستين. تمام? آآ جينا برضو عملنا العمود ده والعمود ده دم تتزارع ودمت قطعات ستيل تلاتمائة وستين برضو. تمام? وربطنا ما بينهم بكاميرا. اتش اي 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 تلاتمائة وستين. وبدأنا بعد كده نطلع على الكامير بالشكل اللي انت شايفه ده. قمنا راحين جينا عاملين زي بيرلين كده. البيرلين دي ياما تبقى اتش اي 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 امتين ياما تبقى اي بي اي. مفيش مشكلة. طبعا الاي بي اي بتبقى اخاف. انا بالنسبة له يا بيرلين بس بتوزح حملة مش شايلة قوية. بس وكان عندنا الكابولي هوت اللي هو كان الاتنين متر سبعين تقريبا. وهمنا راحين جايين مقصرينه. وبعد ما عملنا الكلام ده صبينا اللي عندي عشرة سنطة. ده اللي هنشوفه في المقترح اللي هو احنا عملناه. تمام? فاحنا كان الحل بتاعنا زي ما اقلت لك ان احنا عملنا مين هنا وبعد يكده طلعنا كمرتين وبعد كده عملنا مين بيم على العمودين مزرعين ستيل مربطين بالسقف ومربطين تحت في الميدة وبعد kecd عادنا نعمل الكلام ده بالشكل ده وبعد كده عملنا الكاميرا الورا ده بحيث يخف الضغط شوية. طيب ده كان شكل المودل في تمامه احنا زي ما قلت لك عملنا الكامير هوت هدى الكاميرا. اللي هو دي كانت اربعين كمان يا ربي مش تتاة وستين. وده العمودين اللي اتزارعوا. العمودين الستين. وده الكاميرا اللي ما بنى. ودهم هم سواء اي بي اي او اي 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 متين. تمام? ده كان شكل اللي احنا عملناه. بعد كده ده كان شكل طبعا انا عندي كان فيه هنا. فيه هنا. ما بين العمود والكاميرا وفيه هنا ما بين الكاميرا والكاميرا. انا طبعا انا ده كان طالع جزء ده ده كده ومفروض العزم اللي هيجي هنا العزم عندي هيبقى مسلا جايه بالشكل ده. المفروض ان هو هي كمل معي وراء. تمام? فانا عايز اضمن ان الركيزة دي تقدر تنقل العزم من هنا الهنا. فعايز اعملها زي ركيزة تمام? بحيث تنقل العزم اللي هيجي من الكابولة ده تنقلها للكاميرا اللي وراء دي. تمام والواصلة اللي هنا دي بحيث برضو ان الا الكاميرا دي مع العمود برضو ده منو سلتها كويسة. دي كانت بالنسبة لي هي الوصلة الكاميرا مع العمود. احياذ الكاميرا انا جيب لنا عليما عشان بتي تبقى بيينة ده الكاميرا الامود. طبعا هو عمل هنا زي كده ليها. وبعد كده عمل h pybleto تعامى بستفنر وبعد كده استخدم ده ده بمسل وبعد كده المسانية. طبعا تريب تشتغل Titinaings مشكلة او لو انت مش شاغل ممكن انت واضح لحد يعمل لك التفصيلة بتاعت انت بس تتدي له الاجهدات هو بيحتاج الشير تمام? وبيحتاج لان هو هنا اقصى حاجة هتكون عندك هي الشير يعني تمام? فهو بيحتاج منك الشير هنا ولو انت هتنقل عزوم زي هنا مسلا بيحتاج منك كمان المومنت. بس فهو بدي اصمم لك بتاعتك انت عندك الدد ايه والمسامير كام واكتر كام والكلام ده. وبالنسبة لدي ها دي كانت الوصلة اللي هي كانت الوصلة دي. اللي هي اللي هنا دي. دي. بحيث اضمن ان العزمة هيتنقل. لان احنا عايزينهم بالشكل ده هم مطوعين بس عايزين الوصلة يبقى العزم اللي هيجي من هنا يقدر يكمل معنا والوصلة تقدر تشيل الكلام ده. فهو هنا بيتعمل زي كده تمام? بالشكل اللي انت شايفه ده وبليت من تحت بالشكل ده. وطبعا كل ده هتلاقي التفصيل اكتر واضحة هنا. هتلاقي ليدة التفصيلة هيا تلاقي انا بنتكلم عليها القمرة مع العمود ده القطاع بتاعها ده بتاع العمود. والتفصيلة طبعا الفايل ده هرفح لكم البدي افن مش مش جاهز تشوفوها باستفادة اكتر اياه. ودي كانت بالنسبة لي هي وصلك القمرطين مع بعض. وزي ما قلت لك اللي هو بتاعة العزم الكابولي. هتلاقي كل ده قروف بولد ده هو بالشكل اللي انت شايفه ده. وده شكل القطاع. ده كان شكل الديكس لاب اللي احنا عملناها. انا زي مرتبك احنا هنكسر كل مكسرين. تمام? لحد هنا ده الكابولي هو. ده كله كده ده الكابولي. ده الكابولي اللي احنا كسرناه. تمام? فاحنا راحنا عملنا الكاميرا. اللي هي هي تلتمائة وستين. اللي كانت متشارع على العمود. دي. اللي هي الكاميرا دي. اللي هي الكاميرا دي. تمام? كان فوقها من هنا كده ده البلاطة. ده البلاطة. اما الكابولي اللي برا ده هو اللي متقصف. انا حد الكاميرا كان حد البلاطة. تمام? طيب انا ليه برضه عملت كده بحيس ان انا ابقى ضامن الاعمدة كده كده ربطة في البلاطة بسان ده من فوقه من تحت على المية وفي نفس الوقت انا عمدي هنا الهي تلتمائة وستين ده هيبقى معايا نفس المنسوب لما اجا احط بعد كده البرل اللي ان انا شايفه ده فهنا حطين البرل من فوقها بالشكل ده الوقت كان الهي اي اه مية وستين يا ربي. واحنا اخترنا دي بنانا ان عندي هنا ده تلتمائة وستين اللي هو بتاع الهي تلتمائة وستين. وعندي مية صانتي مية ميلي اللي يا عشر صانتي بتاعت الديكسلاب. فكله كده عامل معك كام? ستة واربعين. فانت كنت محتاج هنا ده ستة وتلاتين وده ستة وعشرين فاتبتتكلم في حوالي اربعة وخمسين فانت كنت محتاج مية وستين الفرق دي. فحنا خلناها بالبرل اللي انت شايفه ده. وطبعا بيكون عندك البلاطة بيكون اهم حاجة فيها ان انت يكون عندك في استراط زي ما انت شايف كده مع البلاطة. طبعا بيكون عندك هنا ده اللي هو الشيكو او اللي لديك بتاعتك وبعد كده تبدأ تعمل الشير بطاعتك وبعد كده تستخدم هنا في المسافة دي ويجادة كنا مستخدمين خمسة وتلاتين. ودي كانت بالنسبة لي هي البلاطة القديمة. دي كده هي البلاطة القديمة. وده كده بالنسبة لي هو الجزء. واحنا صبين بلاطة صغيرة بحيس ما يبقاش وزنها تقيل على الستيل. يعني احنا برضو كنا مراعين احنا السيكنس ما بقاش هزت من كده بحيس يبقى انت عندك لو السيكنس ده زاد هتلاقي برضو ده الترخيم بدأ يزيد معاك لان قضاعة الستيل كانت انتحق برضو فمش كانت تبدأ تتحمل الكلام ده وتبدأ تزيد معاك. بس دي بتبقى احد الافكار اللي هي لو انت عندك كابولي في مشكلة بيبقى زي ما قلت لك يا بالكسار وكسر جزء وراء وتبدأ تسلح يا اما بتبدأ النقطة التانية ان انت تبدأ تعمل تدعيم بالستيل والكابولي على وضعه بس يكون عندك الخرصان ايجادها كويس والكلام ده كله حيس يدر تساعدك. اول حل التالس ده اللي احنا شرحنا ده انك بتكسر منطقة الكابولي فقط وتبدأ تحمل عمليات تدعيم استيل تطلع كمتليفر بيم استيل وتحاول تعمل لها برضو ميكانيزم تحميل كده يكون مناسب لها وبعد كده تبدأ تصبح ببراطة ديكس لها بعشر سنطي انت بقى اخد تأسير كل ده معك في الموديل وتاخد تأسير برضو اللي انت عملها بحيس تبدأ تنقل كل الاحمال لك. وزي ما قلت لك انت الموضوع لو انت ما انتش قادر تشتغل استيل انت زي ما قلت لك انت بتعمل وتزبط دنياتك وبعد كده تبدأ تروح انت للاي مهندس استيل تدلو وقول له ان عايز بس المبين ده وده والقطاع ده ده القطاع كزا والقطاع العمود مسلا كزا وقطاع الكاميرا كزا والمومنت والشير كزا. وفي البالك هو بيبدأ بقى ياخد الحاجات دي يعملها على عيدة استادك او تيكلا. ترى لك التفاصيلة بتاعتها من تيكلا وفي العيدة استادك بقدر بيقدر يزبطها لك يعني. ولو في بقى مسامير مع خرصانة بتاع بيستخدم برنامج اسم هلتي ويدي لك النصمار برضو محتاجه اكتر ويدخل عدية في الخاصانة والكلام زي ده. بس فدي شغلتهم اكتر يعني لو انت ما انتش متخصص في الاستيل بتعمل كده لو انت تقدر تعملها بالبرنامج برضو مفيش مشكلة. بس دي كدوم بيقوم يعني تلات افكار تردناهم الفترة الاخيرة. بصفة كتير جدا. آآ كوابيل كتير كان حصل فاهم مشاكل. فدي كانت احد الاقتراحات اللي احنا اشتغلنا عليها. سواء الاولة او التانية او التالتة. بقلنا برضو بحيس آآ لو حد قبله مشكلة بعد كده في حاجة زي كده يبقى عنده برضو آآ زي اساس كده ممكن يبدأ يكمل ويشتغل عليها. بس شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.